الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون يقول ان رد فرنسا على الهجوم الكيموي سيتم بوقت هم يختاروه وان لديه دليل بان النظام السوري استخدم الاسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية قرب دمشق البيت الابيض يقول ان ترامب لم يضع جدولا زمنيا للرد على هجوم سوريا وان لدى الرئيس عددا من الخيارات الى جانب الخيار العسكري برلين تتوقع التشاور معها حول سوريا ووزير خارجيتها يقول ان على الحلفاء تنسيق التحركات وان يكونوا متحيدين وزير الخارجية السعودي عادل جبير يعتبر ايران والارهاب وجهين لعملة واحدة ويؤكد ان الرياض لا تتسامح مع الارهاب والتدخلات الايرانية في المنطقة قمة عربية جديدة في الدمام تناقش الملفات السخينة في المنطقة العربية بينها ازمات سوريا وليبيا واليمن الى جانب تطورات الفلسطينية ومكافحة الارهاب